موسيقى اليوم شرفونا الطباء من مستشفى حمد بقيادة الدكتور ناصر أنصاري بحيث أن يطلعون على المرحلة الأخيرة اللي وصل لها جهاز التنفس وتنقية الهواء الـ PAPR ويعطونا عليه رأيهم والفيدباك على أساس أن نقدر نطوره بشكل أفضل موسيقى أخذنا الجهاز من المستشفى حمد قمنا بفتح هذا الجهاز تفكيك الجهاز لأنه الجهاز يحتوي على جزءين جزء ميكانيكي وجزء إلكتروني قمنا بتفصيل جميع المقونات الداخلية داخل هذا الجهاز وقمنا بمرحلة إعادة تصميم كيف نتمكن من إعادة تصميم هذا الجهاز بدون الاقتراب أو المساس من الملكية الفكرية للشركة المالكة لهذه برات الاختراع هذا هو التحدي الأكبر موسيقى 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 الناد العلمي ما شاء الله من السباقين في هالموضوع أن يشوفون شن المشكلة نحن نقدر نسوي نفس الأمور حتى أننا ما نعتمد على يعني الخارج على طوله وهذا شيء ما شاء الله عليهم يعني هم سباقين فيها ونشكرهم عليها شكروا الجزيرة موسيقى 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 اشتركوا في القناة